موسيقى في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر وفي عمليات متفرقة تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بحر هذا الأسبوع من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري مع إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية هذه العملية التي جاءت عقب التفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الممثلة تمت بفضل وضع نقاط مراقبة تستير برنامج دوريات من طرف الوحدات الفرعية تابعة للمجموعة وذلك على طول الشارط الساحلي لولاية وهران أين أصفرت العملية عن توقيف 35 شخص ينحدرون من مختلف ولايات الوطن من بينهم شخصين مبحوث عنهما من طرف العادلة حجز قارب مطاطي وقارب نزهة مزود بمحرك نوع سوزوكي قوة 90 حصان بوخاري صفائح من البنزين بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة حول جناية شروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين اشتركوا في القناة